المهارات وأوجه أكتر للستات وأي حاجة أقولها للستات أو الرجال على الفكرة للطرفين بس ساعت طرف يحتاجها أكتر المهارة اسمها ضرورة الإرسال يعني حالك ما تفتكريش أن أنت الموضوع واضح ومفهوم لا الراجل مش فاهم لازم يفهم لوحده فأعرف يعني أعطينا بس وضحنا الفكرة أكتر يعني مثلا في ست وجوزها كان لسه قبل الجواز مش عارفين بعضي أويفة ست قالت لجوزها أنا تعبت فقال أوكي خلينا نخلص بسرعة الحاجات الورانا ومشيين في الشارع بيشيروا حاجاته وبعدين قلت له أنا تعبت وبعدين الرجل قال طيب نخلص الورانا ونروح وبعدين في الأخير قلت له أنا تعبت هنا في مشكلة هو الرجل لما قعد يتكلم مع مراته أو اللي هي بقت مراته بعد كده قالت له يا فلان أنا أول مرة قلت لك أنا تعبت كنت جبت أخري خالص فهو قال بس ما معرفش كده أنا ساعده أبا تعبا أنه بخلص الشغل اللي ورايا فالستات عندهم أكتر شوية والرجال للأسف لقيتهم أكتر برضو يقولوا ما هي بقى أطحة ما لازم الرجل يفهم لوحده ماها لما أخذ لعما يشوفها ده ده وإيه لازمتها لو قلت ما لو قلت ما فهاش فايلة فأنا بقول للستات لو سمحتي أوليله تاني عشان رجال مش استوعبه سريعا بالذات الحاجات العطفية وياريت أوليله تالت وعشان خطر يعني كل القدسين أوليله رابع عشان خطر ربنا نفسه أوليله خامس عشان يمكن لو هو يعني عايز يتفهم لكن أصلا ما خدش بينه فدي مهارة مهمة يعني أنت بتقصد شخص بيتكلم لكن كل واحد فاهمها بشكل أو بأسلوب أو ما بيقولش خامس لا هو ما أعتقد أنها واضحة بس الطرف التاني أنا تعبت أنت شوف بقى أن أنا تعبت لازم أقولك ما يبين ده الخطأ الصحة ده أنا أقوله أنا تعبت وده آخر ما عندي وأنا لما بقول تعبت نبقاش فيه فضر أحاول تاني فده ما كانش واضح مثلا في المثل اللي تقال أنا ما قالتش من بدري أن أنا تعبت قلني ده آخر ففضل لغاية ما انفجرت فيه وهو مش عارف ليه بلك هو بفكر أنه تعبت من حمل الأغرار وهي تقصد تعب نفسي أو أو هاق شديد من تفاصيل ده الراجل ما يخدش باله منها أكثر ترجمة نانسي قنقر